يمكن لفلثر سوير تارب تصفية ما يصل إلى 500 جلون في اليوم ويزيل البكتيريا الضرة والبروتوزو والخراجات لا يزيل مرشح الحنفية المواد الصلبة الذائبة مثل المعادن أو الكيمويات أو مبيدات الآفات أو المركبات العضوية المتطايرة أو الهيدروكربونات ما يحتويه يحتوي التقم الخاص بك على محول صنبور ومشبك حلقي وجلبتين تخفيض وفلثر صنبور وخرطوم تمديد ومكبس تنظيف مهم يجب استخدام فلثر الحنفية فقط مع رؤوس حنفية المياه العذبة ودائما مع محول الحنفية لمنع التلف تذكر أن تغسل يديك دائما بالماء والصبون قبل التعامل مع المرشح تعليمات التجميع الخطوة واحد قم بتوصيل محول الصنبور بالصنبور حرك المشبك الدائري على المحول وشد المشبك لتثبيتها بإحكام على الألسنة الأصغر استخدم البطانات المضمنة لتقليل حجم المحول عند الحاجة الخطوة ثانية حرك طرف المرشح الحنفية فوق المحول وقم بإزالة الغطاء الأبيض الخطوة ثلاث قم بتجريل الصنبور ببطء حتى يتدفق الماء إذا كان الضغط مرتفعا جدا فسينطلق الفلتر تلقائيا من المحول لحماية الفلتر لملء الأواني والأباريق والحاويات الأخرى على منضضة قم بتجميع خرطوم التمديد ولف خرطوم التمديد في نهاية مرشح الصنبور غسيل عكسي بمكبس التنظيف نظف فلتر الصنبور يوميا للحفاظ على معدن التدفق الخطوة واحد احتفظ بكوب من الماء النظيف المصفة الخطوة اثنين أثناء ترك محاول الصنبور متصلا بالصنبور قم بإزالة الفلتر الخطوة ثلاث امنأ المكبس المرفقة بالماء المصفة الخطوة أربعة أدخل المكبس على رأس المرشح استخدم راحة يدك بقوة لغسل الفلتر كرر هذه العملية ثلاث مرات أو حتى يصبح الماء صافيا مهم احفظ فلتر الصنبور بعيدا عن ضوء الشمس المباشر عندما لا يكون قيد الاستخدام وتأكد من عدم تجميد الفلتر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر